ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر انا طلعت اربعة المنابر الاعلامية اطلعت لهم في يومين ربعة المنابر الاعلامية اطلعت لهم في يومين التعريفة في يومين يعني كله و كيفيره و Part 3 و Part 4 ما هو التعريفة في يومين �� طلعت لهم في يومين كيف يحفظ فى البلاد كبيروكلين و قمح ب 의�امishop من الموضع والفاطمة و ذهرة كفنانة العتمان بشكل ك فنامل وinanderديها كفنانة وبإنسانة كنا نحويش في البلاد بزاف أنا اليوم ما كنت أهمني تحاجة أنا كنت في الفيديو ما نقول لكم واش تستغلين الصحف وما نستغلين ما يريد أن يقول لك ما يريد أن يفعل البرز أنا أصلاً كنت أفعل لفظ في المير ديالي ما مصوق للصحفة لأوالو أتلقيت الموضوع كبر ولا كبر من الحجم دياله بزاف وكنا نقولها وكنا نعود نقولها بأن التندانس المغربي كنا نقضايا أولا بها يعني الجرائد ما تبقىش تلعب لا شيء يعمروا بنا يقلبوا أنا وفاطم الزهرة وبروكلين وفاطم الزهرة يبقوا يعمروا بنا السوق ويضربوا بنا التندانس حاجة أخرى أنا اليوم ما طالع لقبل فاطم الزهرة كإنسانة ما طالعش لقبل فاطم الزهرة فنانة أنا أول حاجة ديكسيدة كنا بغينا قلت لكم أنا كنقولها في جميع المنابر اللي طلعت اليوم كل يدارها كل يلعب على المونتاج كنقول بالليبنا دم يتسنى الفيديو وغا تعرفوا الحقيقة أنا هاد الفيديو ما عارب شو شو بقينا غنديروه لما بقينا شغنديروه أنا ما عاربش حيث أنا لو بدنا كنشو شو إلا شفنا هاد وخاك كنت عندنا منه رسالة إلا شفنا هاد لاب فيديو غاي شووش على مصلحة البلاد ما عدنا منديرو به يعني مني كنقول مصلحة البلاد يعني مني غدي غديدرق قضايا اللي هي مهمة بقضيا اللي هي غيب سيطا وهاكا أرى ما عدنا منديرو به راه هاد شريكين وحاجة أخرى أنا الأختي في طيام الزهراء ضريناها مهام بقوش نتسنوها فيديو وتنتبتوا براعتها ولا هاد هي بارئة هي أكاديمة أنا كنقولها دكسيدة أه لطلمناك أرى دموعك غالين علينا سمحي لنا بزاف والاعتدار أرى ما كعمره ما كان كيطيح من القيمة دي البنادم وأنا ما كيهمنيش بنادم ما بغي يقول فيها وأنا عاثب أنا بنادم إلا جاي غيب دي عير ولا غيب دي دخول إلا أنتوما هادين إلا أنتوما كتلاهي إلا أنتم لهي رأسك ومتبع جرائد صفراء وكتبقى ممتبع لموضوع أعطيتك كثير من أهميته وأنت اللي ستبدأ تعرف في كومنتار كثير أعطي في مرائيك عيط الراديو أعطي رأيك وهكا لا تفاعلش في شي حاجة اللي هي أخوة الخاوي أنا ديكسيدا دريناها كمرة كبنت بلادنا كنحتارموها أنا بعدها المرأة المغربية على رأسي وعيني المرأة المغربية رمي واختي عمرنا ما كانت عندنا ني يندروها مهم أنا ديكسيدا هي كفنانة رمنا حقنا ندير وفاق مقلب هي كفنانة حيث الفنانة رأى ديال الجامع رأى ديال الشعب ولكن كإنسانة مني لقينا الضرار وصليها لحياتها الشخصية وما عرفتش أنا حيث بقى ديك الموضوع ديالشيخة بقى قونت خبارونتاز في المتجامع المغربي يعني يمكن سبب ليها الضرار يمكن أنا ما عرفتش نو طرال لها مهم أنا اللي كان طالع دابا حاليا كان بغين اعتدر لديكسيدا وكان بغين قول لها بأن دموعك غالينا لنا وسمحي لنا بزاف والاعتدار رأي قلتلك عمرو ما ينقسم قيمة الإنسان أنا كنعتدر لك بإسم المجموعة كاملة مني ضرينك في حياتك الشخصية رأي يعني رأي ضحك رأي فات الحدود دياله وحنا حسينا بأن هذا ضحك هذا رأي فات الحدود دياله وخحنا كنقولها وكنعود نقولها بأن رأي الموضوع اللي كنا غنطرقو له رأي نقش واحد الحاجة اللي مخصناش نغمضو على عينينا في المتجامع المغربي ولكن مني سببنا الضرار لديك سيدا نعتدروا له أولا وذيك ساعة نشوفوا وش نناقش ولا ما نناقش ولا نخرجوا لديك المسألة ولا نخرجوا لديك ساعة تبقى مسألة شخصية مهم أن ذيك الإنسانة رأي سببنا لها الضرار في حياتها كان نعتدر لها وكان نعتدر لها بزاف وهي رجعت على عينينا بأن أنا نرام غربة يعني هي فهمت هي باغ تفاعل معنا وجي فرحانة وديك سيدا وخاها كاك فهمت قلت لك بغد النظر على فنانة وإنسانة هي بينما نعطيب خلق الله مهم ما كلا نعتدروا الموضوع أكثر من حجمه وكنتمنى من الناس يتفاعلوا مع الإعتدار ويتقبلوا حدوهنا مش يزيدوا وفتحوا القوس وباغين يزيدوا العافية القدام وباغين يزيدوا كان الموضوع في البلاد السهل وندوئ لهم كسر من هذا شي يكين أنا انتمنى بنادم يستلقوص عند هذه المسألة وما يعطيش الموضوع أكثر من حجمه حيث كان الناس فعلا رأيك تعاني وعند هالدار في البلاد راح شوما الموضوع ديان نحن كبروكلين وفاطم الزهري المغربي هذه رأيها في حقنا نحن كمغاربة أنا كن قول هذه المسألة كان عدد رمضي كسيدة بزاف 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 اسم المجموعة كاملة باسم بروكلين كامل كان عدد رمضي كسيدة وقديناها في حياتها بزاف الله يسمح لنا منها ونتمنى وتقبل الاعتدار ديان وحتى المجموعة بروكلين رمضي اعتدار شخصيا وكانوا بغوا يمشوا عندها المراكش أنا اللي حفظتهم لأنه وانا حسين برأسنا مدينة بدأ الدحك مدينة فيها وذلك شي كامل يومين غير هو الصادة ديال اللي اللي كن قول لها وكن عود نقول لها حاليا أنا غنطلع في منبر واحد اللي هو جريدة الأيام حي شفتهم كيفش خدمو على المونتاج شفتهم كيفش صوبو يعني ما حاولوش يزوروا حقيقة اعطوها لنا كيفما هي تكشيل لش أصريت نطلع فادل منبر هذا وسالينا الاعتدار غلوح وفاد منبر وكنتمنى المغاربي يصدو القوس وكين المواضيع أهم من هذا الشريكين المهم وعسان تكرهوا شيئا وهو خير لكم مهم امتمنى تكون هذه صيرة توصل بيننا وبينها يعني وبين بزاف الفنانا حيث بقين عندنا بزاف المشاريع وبزاف المساج اللي بقين بغين وصلهم لهذا البلاد احنا كشباب وبقين بغين ندير قوافل طبية لمناطق نائية بغين فنانا يتعونوا معنا فيهم وعندنا وعندنا بزاف المشاريع وهي وحدة منهم انشاء الله مهم انشاء الله تكون هذه همزة الوصل بيننا وبينها وما يكون تسد هذا وانا اللي بغين تسد عن المغاربة وكان عود نقول تسد عن المغاربة بان راكين المواضع في البلاد اهم من هذا اما بالنسبة للقوس انا مكرا وش يبقى مفتوح بين فاطم الزارة انشاء الله مكين مشكلة